السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في كارو داروح حلقة جديدة من حلقات دروس الجلوجية والعلوم البيئي النهاردة ناخد الحلقة الثالثة في الباب الأول من العلوم البيئي هو الخاص بدرجة الحرارة وتأثيرها البيئي كنا اخدنا العامل الغرحيةabordential علاملي هي كان العامل الفيزيكية هي الدق ودرجة الحرارة شهرتا بالتفصيل الحلقة الموجودات اليوم اليوم الحلقة مضيحات الحرارة البيئي عند الحيااء البحرية يمكنناほ aunt's ends في درجة حرارة بين 0 و 50. أقل من 0 وتتحمل درجة حرارة قد تصل إلى 50 درجة أو تزيد عن 50 درجة. ولكن اللي بيحدد فعالية الكان الحي أو نشاط الكان الحي هو إن البروتوبلازم يبقى في حالة حية دون أن يتأثر بتغيير في درجة حرارة. ثاني يبقى الكانات المجارية أو الحيات البحرية تقدر تتحمل درجة حرارة أقل من 0 أو ما يزيد عن 50. اللي بيحدد فعالية الكأن الحي هو المدى الذي يبقى فيه البروتوبلازم حيا جوا جسم الكأن الحي ده ممكن الكأن الحي يتحمل درجة حرارة اقل او اعلى من الدرجة الطبيعية بتاعته بشرط انه ما يمثلش التغيير في الحرارة ده خطورة على حياته لكن في الحالة دي بيحصل تغيير في نشاطه المعتاد يحصل تغيير في نشاطه المعتاد لذلك الكأن الحي لو حصل تغيير في درجة حرارة البيئة او الوسط اللي يعيش فيها بيلجأ لحالة سكون لحد ما درجة حرارة طبيعية ترجع له عشان ينسي يعيش ويمارس نشاطه الطبيعي او التاني التاني الكأن الحي بيقدر يتعيش في درجة حرارة أقل من درجة معتاده في الوسط اللي يعيش فيه بشرط انه ما انتقصرش على يعني طبيعة البروتوبلازم بتاعه او ما انتقصرش على حياته الطبيعية. اذا تغيرت درجة حرارة بتاعته الكأن الحي بيمارس نشاطه المعتاد ولكن لما بترجع لدرجة حرارة الطبيعة بتاعته بيرجع لنشاطه الطبيعي بمعنى اين اتغارت درجة حرارة ما اصرتش على البروتوبلازم يقدر تعايش بس بيحصل تغيير بسيط في نشاطه بس بيرجع لحالة دي بيرجع لحالة اسمها حالة سكون يلجع لها لحد ما الدرجة الطبيعة ترجع له يبتدي يمارس نشاطه الطبيعي تاني ہےjti حالة السكون دي حالة بيرجع لها كان الحي لما بتدغير درجة حرارة الوسط اللي بعيش فيها سو كان ارتفعت او قلت عن ضرجة طبيعي ب Musik ہےjti حالة السكون واتحاصل кругل goed حبوت اكنا ارتفاعا حالة السكون اللي بيرجع لها كان حي في اليابس دي check out harth ид حالات سجون خمسة تجارسم وتحاوسل بيتشت وخمون الصيف فيها جراء التجارسم دي اقول دي التجارسم دي بتلجأ لها نباتات الاولية زي البكتيريا لما بتضغر درجة الحرارة تلجأ لها النباتات الاولية زي يمين البكتيريا بتعمل ايه بتفرس جراسيم لما درجة حرارة طبيعية بترجع يبتدي يخرج برا الجراسيم دي ومنس نشاط المعتاد طب الحوصلات او التحاوسل دي بتحصل في الحيوانات الاولية زي الاميبة اميبة بتعيش في درجة حرارة طبيعي لما تتغير حرارة الوصف بتاعتها تلجأ لها تكوين حويصالة ده ما بتتغير درجة حرارة اللي هي عايشها فيها البيات الشتوي دي بتلجي عليها كل الزواحف والبراميات كل انواع الزواحف والبراميات تلجأ الى بيات شتوي عند انخفاض درجة حرارة في الشتاء يعني زي مين كل انواع الزواحف كل انواع البراميات زي التعبين البورس السحلية كل الكلام ده لما بيجي الشتاء بتعمل حاجة اسمها بيات شتوي يعني ما بتنخفض درجة حرارة ده بنسميه سكون شتوي كامل يعني سكون شتوي كامل لأكل ولا شرب ولا حركة كانوا ميد ومعنى الضفضاء على نفس الطريقة برضا الخمول الصيفي دي بتلجأ لها كل الحشرات ورخويات عند ارتفاع درجة الحرارة بنسميه سكون أو كلة النشاط يعني كلة النشاط فيها حركة بسيطة ولكن بيبقى النشاط غير معتادة يعني نشاط ضعيف شوية يبقى بقى تشتوي سكون شتوي كامل يعني كأنه ميت مفيش نشاط ولا أكل ولا شرب ولا حركة ولا اي حق غالس لذلك عايز تصداد وفضعت تصدادها في متى في الشتاء نايمة في الطين ما بتحركش لو خرجتها برطين وحركتها تموت ليه نشاط شتوي كامل كأنها ميتة الخمول الصيفي تلجأ لها الحشرات ورخويات عند ارتفاع درجة الحرارة وده بنسميه قلة النشاط في حركة بسيطة ولكن نشاط مش طبيعي الهجرة بقى تلجأ ليها قلنا زي ما شوفنا من شوية كده الهجرة بتلجأ ليها كانت حية لما من أماكن حرارة غير مناسبة لأماكن درجة حرارة مناسبة لما تتحسن الحرارة بتلجأ بيته الأصلية تاني زي ما شوفنا في الهجرة يبقى حالات السكون قلنا حالة بيلجأ لها كان الحي لما بتضغير حرارة الوسط اللي أعيش فيها سواء كانت ارتفعت او انخفضت عن حرارة معتدة حالات السكون في الليابس قلنا خمسة تحاصل تجارسم بيت شتوي خمول الصيفي حجرة قلنا التجارسم دي بتحصل فيه البكتيريا اللي هي نباتات الأولية والتحاصل بتحصل في حالات الأولية زي الأميبة وفيه بيت الشتوي ده بيحصل فيه الزواحف والبرميات وده بنسميه سكون شتوي كامل مفيش حركة خالص وفيه خمول الصيفي ده بيحصل في الحشروات واخويات عند ارتفاع درجة الحرارة بنسميه بنسميه نقلة النشاط يعني فيه حركة ولكن بسيطة الإجراء قلنا بتبلجأ لها الحيونات من أماكن درجة حاداتها مش مناسبة إلى أماكن درجة حاداتها بتبقى مناسبة لو تتحسن الظروف بتلجع تاني لمكانها تاني أو في الوسط بتاعها تاني ملحوظة مهم بقى ح Cada Step خمول الصيفي ده كل الأجهزة الحيوية في الجسم هي قفة الحيونات اللي بتقوم بيات الشتوي والخمول الصيفي جميع الأجهزة الحيوية في الجسم كانت ح brick ما العادة الأجهزة اللي بتخليه الضرورية اللي بتخليه في حالة حيات يعني جهاز التنفسي مش معلها يقف جهاز الدوري مش معلها يقف لكنه جميع senia وجهاز الحيوية في الجسم متوقفة تماما harmonية القط Virus نتلقى عن نظام الأكلوجي البحري ونظام الأكلوجي البرى نطور المية هي نباتات وحيوانات والليابس من نظام السحراوة أو اليابس عموما فيه نباتات الحوانات بس كل بيئة تبقى لها ظروف مناسبة لأحيا بتاعتها المية مناسبة لأحيا بتاعتها والليابس مناسبة لأحيا بتاعتها بس مين اللي ظروفه مناسبة لأحيا أكتر المية ولا اليابس طبعا المية لسبب البيئة المية متصلة بعضها البعض النهر بيسب البحر وبحر بيسب المحيط فكلها بيئة مفتوعة فالظروف متقربة لكن البيئة الأرضية أو اليابس عبارة عن قارات وجزر متبعدة التبعد بين القارات وجزر يؤدي لاختلاف المناخ يؤدي لاختلاف الظروف الفيزيقية بالتالي الظروف الفيزيقية المناخ تختلف الظروف الباليوجي النبات الحيوان مش واحد بالتالي طال نوعات النباتات والحيوانات تختلف طبيعة الطربة يبقى الطربة مش واحدة يبقى النتجة تختلف الظروف الفيزيقية والكيميائية والباليوجي ده من الأسئلة المهمة في الامتعانات يقول لك ليه علّل البيئة المائية مناسبة للأحياء عن البيئات الأرضية اليابسة أقول أن البيئة المائية متصلة بعضها البعض بسبب التصالة البيئة المائية بعضها البعض مياه البحار ممحطط بالأنهار عكس البيئة الأرضية التي تنفصل عليها تكرارات وجزر متبعدة فتتفاعل فيها ظروف الفيزيقية المناخ والكيميائية التي هي التربة وبالتالي البيولوجية لها الأحياء واضح؟ العوامل التي تتحدث في النظام الأيكولوجي البحري فالإنظام الأيكولوجي البحري يكون هناك ثم نظام الأيكولوجي في عامل حية وغير حية الغير حية الطبيعية وكيميائية والتبعية الغير حية درجة الحرارة شدة الاستضاقة عمق الميا ضغط الميا حركة الميا وافرة المغزيات يبع عندي العامل بتأثر في زمن أكلش اتنين حية وغير حية الغير حية سبعة اللي هما الفيزيجيو كيميائي محتوى الملحي درجة الحرارة شدة الاستضاقة ضغط الميا عمق الميا حركة الميا وافرة المغزيات العامل الحية اللي هي سلسلة الغزاء البحرية اللي هي كانت اللي في البحر برضا عندي كانت منتجة كائنات مستالكة كائنات محللة كائنات محللة ايضا اي نزام ايكوليجي كان اتنين سلسلة غزائي البحرية كائنات المنتجة ومستالكة محللة الغير حية فزيكية كمية محتوى ملحي شد ضدق و الحرارة لتقصر في المياه المياه لديه عمق و حركة و ضغط و وفرة المغزيات سنأخذ بالتفصيل السبعة شكرا العامل الا حية ايه المحتوى الملحية يعني ايه كلمه محتوى محتوى محية نسبة تركيز الاملاح الميزابا في البحر اصدق الملماذ فقط تنسبة ملح春 نسبة الملح الي دايب في الكب Pun الملحين واجد اصدد الاملاحل المياه الفرب 35 جرام كل لتر متوسط الملوحة في المياه البحر 35 جرام كل لتر اه. بس ما اللي تتحكم فيه الموضوع ده اللي بيخلي الملوحة ممكن تزيد وتقل. عندي عوامل بتتحكم في الملوحة. نحن قلنا مطوصلة 35 جرام فلت. بس فيه ممكن الملوحة تقل عن كده. مين اللي بتحكم في المطوصل ده بقه. بتحكم فيه اربعة. نسبة البخر. كمية المطر متساقط في البحر. عدد مصابات الانهار. السلاجات القضية. يبدأ العوامل بتتحكم في ملوحة البحر كم حاجة؟ اربعة. نسبة البخر. جمية المطر متساقط. عدد مصبات الأنهار السلاجات الكبيرة. طب ماشي. انت بتقول المطاوسة 35 جرام في لتر. في بحار بتوصل الملوحة بتاعتها إلى 20 جرام في لتر. وفي بحار بتوصل 40 جرام في لتر. طب زي مين 40 جرام في لتر؟ البحر الأحمر وخليج العقبة. الخليج العربي. البحر الأحمر وخليج العربي. دول ملوحيتهم عالية بتوصل 40 جرام في لتر. ليه؟ يبقى كلام علمي بقى أكيد البحر عالي. والمطر قليل. ومصبات الأنهار قليلة. أول ثاني. يبقى لزيادة البخر. وكلة المطر وكلة المصبات. طب لو عكس بقى قل ليه. ليه؟ نسبة الملوحة في بحر الشمال وبحر البلطيك دول 20. دول 20 نلوحة قال ليه؟ نعكس. كلة البخر. وزيادة في المطر. وزيادة في المصبات. أول ثاني. يبقى لو قل ليه سبب تفوط الملوحة في البحار؟ أقول له أربعة. فإنه أهم أهم الأملاح المزابة فى البحار كريد السودمội كريد packaging كوريد سوديوم وكوريد ماغنيسيوم وكربونات الكالسيوم واملاح البروم واليود والنحاس والحديد والفوسفور والنيتروجين وبعض العناصر المشعة اول ثاني اهم الاملاح المزابه في مياه البحار كوريد سوديوم كوريد ماغنيسيوم كربونات كالسيوم املح البروم واليود والنحاس والحديد والفوسفور والنيتروجين والنيكل وبعض العناصر المشعة دولة ده كل ده ما يخصنا بالمحتوى الملحي درجة الحرارة ومعدل صغير وبطء من فوق لتحت من السطح الاعماق حسب فصول السنة وتقربة الجو حسب فصول السنة وتقربة الجو ازاي؟ طبعا احنا قلنا التغيب بيحصل رأسي وبمعدل صغير صح؟ وبمعدل صغير وبطء وبتديك حسب فصول السنة وتقربة الجو في الصيف الحراب تبقى مرتفعة كلما ننزل درجة حراب تنخفض في القاع في الشتاء درجة الحرارة منخفضة كلما ننزل ترتفع ولكن في المناطق الكبية بيبعى في حالة شزة بمعنى ان درجة الحرارة في المية السطحية لما بتوصل تلاتة بتلاتة درجة تلج في مناطق كوبية تعامل إشر genius ف terce درجا ماهوية وفرج تقنقل مقطوا كبيرة بتقنقل معhindر ثلاث درجه خفيفة من ط cal cord تعامل زياغات hub تمنع تلقى تقنقل ثلاث درجه برا حفظها من sant لأن هناك درجة حرار كانت تحرار السفر في مؤقب اوقات السنة في بعضار ٣ تقنقلakovي تخنقل بشري تحافظ على الثلاث درجات في المياه لكن فوق تحت السفر فالاحياء عشان كده ما تموتش في المناطق القطبية البلدة ممكن السؤال دي يجي في المتحانات يقولك ايه علل تعيش الاحياء في المناطق القطبية رغم انخفاض حرارة تحت السفر ومعظم موقات السنة اقوله ان الماء عندما تصل حرارته الى ثلاثة درجة موية وكام كشرة خفيفة من الدرجة تطفع على السطح فتحافظ على الماء في حالة سنة ايه فلا تموت الاحياء ومما يجعل حياء حيا دون ان تتجمد ده بالنسبة للتغيير في درجة حرارة في البحارات البحار تختلف الوضع تماما في البحارات في الماء العزبه غير البحار درجة حرارة في السطحية تبقى دفعة حوالي 30 درجة موية ثاني درجة مياه السطحية للبحار تبقى 30 درجة موية بالخط سوا او حوالين او كرب خط سوا تاني درجة حرارة المياه السطحية للبحار بتبقى 30 درجة موية دافئة بالكرب مخطر السطواء وبتقل التدريجيين يعني درجة حرارة السطح بتاع البحر 30 درجة موية عالسطح بالكرب مخطر السطواء كلما ارتفعنا او انخفضنا عن خطر السطواء بتقل بالتدريجي لغات ما توصل لكوب الشواني كوب الجنوب بتبقى سفر لبقى درجة حرارة المياه السطحية للبحار 30 درجة موية في المياه السطحية على كرب خطر السطواء كلما ارتفعنا او انخفضنا عن خطر استواء والروحنا عنده كوبين بالتدريج توصل للتجمد السفر عندها كوبين ده بالنسبة للبحار وقلنا ان الميا العميقة في البحار بتوصل حتى الى اثنين درجة موية فاقل يبقى درجة حرارة البحر بتقل بالتدريج لغاية ما توصل للأعماق بتوصل الاثنين فاقل عند القاعة وبتظل طول الوقت سبتة تظل طول الوقت سبتة وبتتغير حسب فصول السنة وتقربة الجو ولكن لازم نعرف ان المناطق السحلية في البحار غير من مناطق القرية البعيدة عن البحار المناطق السحلية اللي هو اليابس الكلية من بحر زي اسكندرية بورسعيد مرسا متروح سعلي الشمالي دي اسمها مناطق السحلية المناطق القرية الداخلية زي القاهرة وبانسوي في السعيد دي اسمها مناطق القرية الداخلية عشان بعيد عن البحر المناطق السحلية اللي هي زي بانسوي زي بورسعيد واسكندرية ومرسا متروح دي بنسمها مناطق السحلية يعني يابس قريب من البحر ده في استقرار حراري بين النار والليل يعني بينعم باستقرار حراري بين النار وليل على مدار سول السنة الأربعة صف وشد وخريف وربيع لا يعني؟ معنى المناطي السحالية فيها استقرار حراري بين النار والليل طول السنة لان المناطي السحالية فيها بحر البحر دا بينتص جزء من حرارات الشمس بالنار ويخزنها بيجي بالليل يصربها للفضاء واليبس المجاور وبالتالي يبقى نر قره يليل في الحرار وزير تروح في نكف السفت انا في اسكندريا جو جميل عن هنا طبعا لان البحر بيمتصر جوز بحرارة الشمس بالنهر ويخزنة يجي بالليل يسربه للفضاء في الشطة في عز البرد تتروح اسكندريا تلاقي دافي ليه برضو البحر بيمتصر حرارة الشمس بالنهر ويخزنة يجي بالليل يسربه للفضاء يبقى صيفه الشطة والليل كويس في مناطق السعليه لكن المناطق الداخلية زينا هنا في القاهنة وبنسوف والسعيد انت بعيد عن البحر انت perch isolation من الطيع القارب تحتوي السبع في يosis بتنعم المناطق السعليه باستقرر حراري يعني المناطق داخلية اقولوا ان المناطق السعليه يوجد البحر يمنطس الحرارة هنا، بين السرابة لبليل الفضاء واليابس مجاوة لكن المناطة الداخلية لعدم وجود البحر تتقلب فيها الحرارة نهارا وليلا على مدار فسول السنة الأربعة شدة الاستضاقة من عامل الغير حياتا بيتأثر في نظام الاكولوجي البحري اسمها شدة الاستضاقة شدة الاستضاقة، ده حسب كمية الدوء النافس في الماء ده سطح البحر الضوء بتاع الشمس بينزل شدة اصدقاء في البحر أشياء الشمس بتنزل بالنسبة للبحر في جزء منها بيجو على السطح ويمتص وفي جزء بينعكس من يمكن تسطلين مقرأ معه في جزء بينعكس في جزء بينفذ بالعمق في الموضوع دا بيرجع ليه؟ حسب الطول الموجي حسب الطول الموجي الاشياء تحت الحمراء بيتجع على السطح وتنعكس و جزء منها يمتص عشان ليه طول مجاة دي طويل مبتقدرتش تخترق المية الاشياء الفوق بنفسجية والزرق ليه طول مجي قصير بتقدر تخترق المية بتقدر تخترق المية وتنفس في العماء عشان كدا مايحط البحر بتزغل بلون لا زرق ممكن يجي في السؤال فيلم تقاني والاكعلل زور المياة البحر بلون لا زرق اقولوا الاشياء البنفسجية والزرق لها تكون مجسير فبتقدر تختارق المية وتمتصف العماق البعيدة عشان كده بنقسم مناطق الاداء في البحر التلاتة الاشياء تحت عمراء بتقدر تمتصف السطح الغاية عمق 200 متر دي مناطق جيدة الاداء مناطق جيدة الاداء ماشي بعد كده من 200 ل 500 مناطق متوسطة الاداء بعد 500 مناطق معتمة والسطح الم state 1 منos 200 جادة الاداء الان من ど ble 500 متوسطة الاداء ؟ عشان اذا مع الموضع دي ممكن عبارة توزيى كناة حاء برده Counter 2 كده من 100 جادة الاداء من 100 مائlusive مائة نباتات كثيرة احياة كثيرة وقال音 500 متوسطة الاداء كاليدت النباتات وااللخاء مائمة بعد 500 مائمة لا يوجد نباتات ولا توجد احياء وبالتالي العمق المياه العمق المائة العمق المائة عمق الماء الخلجان تعتبر ميتهم ضحلة مش عميقة قوي يعني عمق الشواطئ والخلجان بتوصل عدة امتار ولكن المحيطات بتوصل بتعدل عشرات كيلومترات يعني من عشر كيلومتر فاكثر اقول ثاني ثاني الشواطئ والخلجان بتبقى عدة امتار البحار اعمق لكن المحيطات بتوصل لأكثر من عشرة كيلومتر بنسمحنا خنادق الصعيقة لانها بتبقى عميقة جدا 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 ناخد على سبيل المثال الخلج العربي ده ضحلة تمانين متر مش كتير البحار زباح الحمر الفين وخمسمائة متر البحر متوسط اربعة تلاف متر طبعا محيط الهادي كان محيط هو بيزيد عن الالف بيعيب زيد عن عشرة كيلو ده بيوصل حداشر كيلومتر او ده مثال ان المحيطات بتزيد عن عشرة كيلومتر فاكثر محيف وضح..دا بالنسبة لعمق المية ضغط الما Therapy احنا ضغط في الميا المالحة بالزيد segment بيزيد كلما تعامقنا في البحر كلما تعomingنا تحت الميا الط väziet بمعدل كل عشرة مترا بيزيد كام واحد ضغط جوى كلما انزلنا تحت المياه عشرة متر ضغط بيزيد معدل كام 1 ضغط%, بمانبيل شغط جوى الهواء يلدر من السمتة 30 متر 30 ب3 مش كل 10 ب1 ونضيف الضغط اللي جوه يبقى كام اللي فوق يبقى كام 4 ضغط جوي نزلنا 60 60 تحت بكام ب6 ونضيف الواحد اللي فوق يبقى كام 7 ضغط جوي لذلك فيه قانون انا كاتبه بطريقة مبسطة ازاي نحسب الضغط في العماق بدون محفظ اقول له الضغط في العماق بيساوي العنق بالمتر على 10 ودفع لي 1 العنق بالمتر على 10 زائد 1 يعني لو نزلنا 100 متر يبقى 100 على 10 زائد 1 يساوي 10 زائد 1 يساوي 11 ضغط جوي ودي اللي هو الحسابات اللي ممكن يسألها لك هل الانسان ممكن ينزل في العماق اللي غاية قدية الانسان ممكن ينزل غاية 100 متر بس اول ما يعدل 100 متر خطر من غير جهاز غطس لازم يلبس جهاز او بدلت غطس 100 متر يعني كام 11 ضغط جوي 11 ضغط جوي بعد كده لازم يلبس جهاز غطس ليه طب يشمعنى الحياة البحرية عيشة تحت بدون جهاز غطس لان الانسان من زي الحياة البحرية الإنسان غير مزود بقدرات جسمية أو فيسيولوجية تيخليه مؤهل إن يتحمل الضغط أو البرودة أو رؤية في الظلام الإنسان غير مزود بقدرات جسمية أو فيسيولوجية تجعله يتحمل من الضغط أو الرؤية أو البرودة في الظلام ده من الأسئلة المهمة في الامتحانات يتعذر إنسان الغوص بالأعمال بدون غاز غط أقول إنسان غير مزود بقدرات جسمية أو فيسيولوجية تجعله يتحمل الضغط أو البرودة أو رؤية في الزلام الدامس في العمق بعد كده ناخد آخر حاجة اللي هي وفرة المغازيات وفرة المغازيات يعني مغازيات المغازيات دي أملاح موجودة في البحر يبقى ما المكسود بمغازيات أنه المغازيات دي أملاح موجودة في البحر اسمها أملاح نتراتف الفسفات بتقمى منتشر على المياه السطحية في البحر يبقى ما المكسود بمغازيات ممكن أنه لك عرف المغازيات أو المغازيات دي أملاح نتراتف الفسفات منتشرة في مياه السطح البحر دي بتساهم في تكوين البروتين ولما بيزيد البروتين بتساهم في زيادة الانتاج السمك في البحر يقول تاني بل المغزيات دي أمنع اسمها نطرات الفوسفات منتشرة في مياه السطح البحر لما بتزيد بيزيد الانتاج السمكي إزاي هو ده بقى موضوعنا يجيب لك ليه بتعتبر وفرة المغزيات في البحر مؤشر لزيادة الانتاج السمكي في البحر أولا ده سطح البحر علي Yale machanetốt e-fosfate في đó ثم تنتقل الأملح دي بين الأحياءة في دورات منتظمة 值 لأخذ الملحة مخ müsهوري تتحرر و تنزل في القاعة و تنزل في القاعة تحت فيه تغيرات رأسية صعيدة لها الدوامات تجيبها من القاعة و توصلها للسطح فوق بالتالي لما تجيبها من القاعة و توصلها للسطح فوق هتنتشر المغزيات دي تفين في كل البحر لما تنتشر المغزيات في كل انحاء البحر هتزيد العناصر المغزية الكانات الحيوانية عايش على السمك اول تاني تاني المغزيات دي املاح نتقط في فصفات منتشر على السطح تخد نباتات البحرية تحولها البورتين تنتقل في دورات منتظمة على السطح من كان لكان لما تموت الكانات دي الاملاح تتحرم من جسمها وتنزل في القاعة بالتحلل فيه تغيرات رأسية صعيدة لها الدوامات توزعها في السطح تقلبها بالجبع من قاعة للسطح هتزيد للعناصر المغزية تهيش عليها النباتات تهيش عليها لحياء البحرية تكونها الأسماك يزيد الانتاج السمكي في البحر هناك نقطة تانية لا تتركناش لها نتكلم عليها اسمها حركة المية عمق المية وضغط المية حركة المية حركة المية المية لها حركتين حركة السطحية نسميها أفكية بفعلي الأمواج بتتأثر عندها المية حركتين حركة أفكية لها بتأثير الأمواج والمد وجزر وموقع الشاطئ بالنسبة لما صب يبقى الحركة الأفكية لها المية بتتأثر من موجة والمد وجزر وموقع الشاطئ بالنسبة لما صبت فيها حركة رأسية اللي نسميها تهارات رأسية الصعيدة وده بتتأثر بدرجة الحرارة والكسافة وإيه تاني؟ وكسافة المية لما بتتغير الحرارة بتتغير من كسافة المية وكذلك دوران الأرض حول نفسها أول تاني الحركة المية اتنين ودرجة حرارة وموقع الشاطئ بالنسبة لما صبت فيها تهارات رأسية صعيدة تأثر بدرجة حرارة وكسافة الحرارة تغيرت تأثر على كسافة المية تحركة من تحت الفور وكذلك توران الأرض حول نفسها بيأثر في تارات رأسية الصعيدة أو الدومة وكده يبقى خلصنا العامل غير حية اللي بتأثر في النظام الأيكولوجي البحري اللي هو تاني القلوم اللي هو المحتوى الملحي ودرجة حرارة وشدة استضاءة وعمق المية وحركة المية وضغط المية وغفرة المغازيات والحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم على بيئة الباب الأولاني وكده بخلصنا العامل الحياة للتفصيل والسلام عليكم الله وبركاته